موسيقى مشاهدي قناة تونسنا مرحبا بكم وهذه نشرة الأخبار عدا لاحظ الهدوء إلى مدينة ياجربا وبالتحديد إلى منطقة قلالة التي شهدت السبت مواجهة واشتباكات عنيفة بين عدد من المحتجين وقوات الأمن وأسفرت عن إصابة قرابة خمسين من الرجال الأمن ومواطنين اثنين بجروحة وانتشرت قوات من الجيش في مداخل وأطراف المدينة التي عرفت احتجاجات على خلفية قرار إعادة فتح مصب الفضلات بقلالة الأمر الذي أثار غضب المتساكنين الذين طالبوا بغلقه لما يمثله من خطر بيئي بحسب تعبيره تم ألاحد خلال اجتماع شعبي الأعلان رسميا عن تأسيس الجبهة الشعبية والمتمثلة في انسهار أحد عشر حزبا سياسيا ذات توجهات يسارية وتقدمية على غرار حزب العمال التونسي وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب طليعة الاشتراكي وجاء هذا الانسهار بحسب عدد من المشاركين في الاجتماع لتشكيل جبهة قادرة على المنافسة في الانتخابات القادمة وتقوية صفوف اليسار التونسية المتشرذم بحسب تعبيره قام أعوان الأمن البحري بالمهدية بإبطال محاولة للبحار خلصة نحو السواحل الإيطالية حيث تم إيقاف ستة شبان على متن قارب مططي وحسب ما أكدته مصادر مطلعة بالجهة أنه تم إيقاف أكثر من ثلاثين شخصا كانوا يريدون الهجرة بطرق غير شرعية وأحباط أكثر من محاولة للهجرة غير شرعية مع بداية شهر أكتوبر الجاري وذلك في إطار تصدي لهذه الظاهرة قال بيت تمويل الخليجي الأحد أن وزير الاستثمار رياض بالطيب أكد التزام الحكومة المؤقتة بضمان استكمال مشروع مرفع تونس المالي وفقا للخطة المقررة وأوضح بيت تمويل الخليجي في بيانا أن وفدا منه التقى الشهر الماضي وزير الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المقاولين وبحث معهم الخطة المتعلقة ببدء المشروع وعمل إنشاء المباني الهمة قالت جريدة البيانة الإماراتية من مصادر مطالعة أن الرئيس السابق زين العبدين بن علي يستعد لنشر تسجيل صوتي يكشف من خلاله الكثير من الحقاق حول الأحداث التي شهدتها البلاد يوم الرابع عشر من جنفي والذي يعتبره بن علي انقلابا تم الاعداد له وتنفيذه بالتعاون بين أطراف داخلية وخارجية وأضافت المصادر أن بن علي سيقدم معلومات مهمة عن علاقات تونس الخارجية أبان حكمه وعن الضغوط المكثفة التي كان يتعرض لها لا سيما فيما يتعلق بتطبيع مع إسرائيل وإشراك الإسلاميين في الحكم والسماح بإنشاء قواعد أجنبية في تونس في إطار ما يسمى بمكافحة الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا والصحراء الكبرى أعلنت رئاسة الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثمانية أيام على وفاة الرئيس السابق الشدلي بن جديد بعد صراع مع المرض حيث أوضح بيان الرئاسة أن تشييع الراحل إلى مثواه الأخير سيكون الأثنين في مقبرة الشهداء بالعليا في الجزائر العاصمة وكان بن جديد قد تولى رئاسة الجزائر بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بوميديون وظل في المنصب للفترة بين 79 و92 أعلن مسؤول ليبي أن خمسة أشخاص من مدينة زليتن تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية تم اختطافهم قرب مدينة بني وليد التي تشهد توترا أمني خطيرا هذا ودعت منظمة العفو الدولية سلطة ليبية إلى رفع الحصار عن المدينة فيما أعلنت واشنطن أنها بصدد متابعة التحقيق في سلة تونسيين اعتقلتهم تركيا بحادث مقتل السفير الأمريكي في بنغازي الشهر الماضي تواصلت الاجتباكات المسلحة الأحد بين القوات النظمية ومقاتل المعارضة في مناطق متفرقة من سوريا ما أسفر عن مقتل العشرات أغلبهم بمدينة حمسة جاء ذلك فيما صرح وزير الخارجيات التركي أحمد داود أوغلو بأن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع يمكن أن يتولى قيادة سوريا محل الأسد تواصل آلة الحرب حصد العشرات من السوريين في تجدد لأعمال العنف بشكل يومي وسط تصاعد المخاوف من سقوط بعض المدن السورية في أيدي قوات النظام التي منفكت تستخدم الطيران الحربي للسيطرة عليها حمس المدينة المستهدفة من قبل قوات النظام بالغارات الجوية للمرة الأولى منذ بدء أعمال العنف استفاقت اليوم على وقع اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومسلحية المعارضة رفقها قصف بالطيران الحربي ما تسبب في مصرع عشرات السوريين برصاص قوات النظام في هذه المدينة التي نزح عنها غالبية سكانها ولا يختلف الوضع كثيرا في كل من حلب وريف دمشق التي تواصلت فيها الاشتباكات ما أصفر عن مقتل العشرات بنيران الجيش النظامي في وقت قال فيه مقاتلين من المعارضة إنهم سيطروا على موقع عسكري قرب الحدود التركية الأمر الذي دفع بتركيا إلى إرسال عددا كبيرا من القوات إلى إحدى مناطقها الحدودية مع سوريا وسط توتن تعيشه المنطقة وفيما تستمر حالة الاحتقان في سوريا صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن نائب الرئيس السورية السابق فاروق الشرع يمكن أن يتولى قيادة سوريا محل الأسد وأن المعارضة تميل إلى القابول به لقيادة الإدارة السورية في المستقبل أوغلو الذي قدم حلا من شأنه إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا بيّن موقف بلاده من الأزمة السورية التي تؤيد تنحية الأسد وتدعو إلى أحداث حكومة انتقالية في أقرب الأجال ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المملكة العربية السعودية وقطر توقفت عن مد ثوار سوريا بالأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ التي تسمح للمقاتلين بإسقاط الطائرات الحكومية وتدمير السيارات المدرعة وتحويل مصاري الحرب ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين في البلدين قولهم إن الرياضة والدوحة تراجعت عن تسليح الثوار السوريين لعدم تشجيع الولايات المتحدة على الخطوة بسبب مخاوف من سقوط هذه الأسلحة الثقيلة في أيدي الجماعات الإرهابية استبعد الجيش الإسرائيلي أن تكون الطائرة بدون طيار التي أسقطها السبت قد انطلقت من قطاع غزة مرجحا أن تكون قد أطلقت من جانب حزب الله في جنوب لبنان ووفقا للمتحدث باسم الجيش فإنه تم رز الطائرة فوق البحر الأبيض المتوسط في منطقة قريبة من قطاع غزة قبل أن تدخل الأجواء الإسرائيلية أمر قضاة أمريكيون بمواصلة توقيف الإمام المتطرف مصطفى كمال مصطفى المعروف بأبي حمز المصري وأربعة متهمين آخرين بالإرهاب وذلك بعد ساعات على ترحيلهم من بريطانيا وتسليمهم إلى الولايات المتحدة وقد دفع المتهمون الأربعة ببراءتهم من التهم الموجه إليهم بينما لم يدلي أبو حمز بأي تصريح في هذا الشأن بعد قال وزير الدفاع الأمريكي لايون بانيتا أن على إيران أن ترد على قلق الأسرة الدولية حيال برنامجها النووي المثير لجدل وإلا فأن عقوبات إضافية سوف تفرض عليها مشيرا إلى الوحدة الدولية في مطالبة إيران بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم أدل الناخبون الفنزويليون بعصواتهم الأحد في أكبر تحدي انتخابي يواجهه الرئيس المنتهي ولايته هوغو تشافيز خلال أربعة عشر عاما في السلطة في مواجهة مرشح المعارضة الشاب أنريكي رادونسكي توجه حوالي تسعة عشر مليون فنزويلي إلى التصويت في مراكز الاقتراع البالغ عددها ثلاثة عشر ألف مركز لاختيار رئيس من مقبل وأمام فنزويلا خيارين إما عهد جديد مع المرشح الشاب أنريكي رادونسكي مرشح اقتلاف قوى المعارضة البالغ من العمر أربعين عاما وحاكم ولاية ميراندا وأما تجديد العهد مع إيغو تشافيز هذا الرئيس المثير للجدل الذي يتطلع رغم المرض إلى عهدة جديدة على رأس البلاد إلى غاية عام 2018 وما زال زعيم اليسار الراديكالي في أمريكا اللاتينية البالغ من العمر 58 عاما ويقود الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم يتمتع بدعم شعبي كبير بعد 13 سنة في السلطة خصوصا بفضل البرامج الاجتماعية العديدة التي تبقها وتعهد تشافيز إن تم التصويت له بأن تكون ولايته المقبلة أحسن بكثير من السابق هذا وازدادت في الآوينة الأخيرة التساؤلات حول حالته السحية بعد إصابته بداء السرطان ما دفعه للخضوع إلى عمليتين جراحيتين تشافيز الذي أكد خلال حملة الانتخابية أنه تعافى تماما من هذا المرض يتطلع إلى البقاء في سدة الحكم لست سنوات أخرى غالبية السطلعات الرأي شارت قبل أسبوع من الاقتراع إلى تقدم الرئيس المنتهية ولايته لكن كابريليس تمكن من تقليص الفارق بين المرشحين إلى حد كبير وأصبح يشكل أكبر تهديد الانتخابي يواجه تشافيز منذ انتخابه للمرة الأولى توصلت الحكومة الفلبينية والثوار من جبهة تحرير مورو الإسلامية إلى اتفاق في إطار يفتح الطريق لإنهاء تمرد مسلح مستمر منذ أربعين عاما سقط خلاله نحو مائة وعشرين ألف قتيل واعتمد الاتفاق هريطة طريق لإقامة منطقة حكم ذاتي بالمناطق التي يشكل فيها المسلمون غالبية مطلقة قبل نهاية ولاية الرئيس الفلبيني الحالي سنة ستة عشر وألفين أعلن فريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه جمع تبرعات تبلغ 181 مليون دولار خلال شهر سبتمبر وهو رقم قياسي في سنة اثنت عشر وألفين وفي أسبوع تميز بأدائه الرديء خلال أول مناظرة مع منافسه الجمهوري ميترومني وتأتي هذه النتيجة بعد أشهر عدة تجاوز خلالها الفريق الجمهوري إلى حد كبير الديمقراطيين في جمع التبرعات والتي تعد أمرا ضروريا في حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية بهذا الخبر المشاهدين نصل إلى نهاية موعدنا الأخباري تحية طيبة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة